دعما لمبادرات خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربونية التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وفي إطار تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق أسبوع الشجرة بحيث يكون في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام قام سعادة السيد ياسر بن إبراهيم أحمدان وزير شؤون الكهرباء والما وسعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والما بزراعة عدد من الأشجار في مركز التحكم الجديد في الحد ويأتي أسبوع الشجرة ليعزز نتائج خطة التشجير والتي تهدف إلى مضاعفة عدد الأشجار إلى ثلاثة ملايين وستمائة ألف شجرة بحلول عام الفين وخمسة وثلاثين تماشيا مع التزامات مملكة البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر